أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة خصوصاً في مدينة رفح الفلسطينية في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية جاء ذلك خلال جلسة عامة للمحكمة في لهاية بشأن النظري في دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الإشارة إلى الإجراءات التالية دولة إسرائيل يجب أنه بالتماثل مع إتزاماتها تحت اتفاقية العقوبة الخاصة لجريمة الإبادة الجماعية واتبعاً لأظروف السيئة التي واجهها المدنيون في رفح ألف بي من 13 صوت مقابل 2 ينبغي الإيقاف العدوان العسكري على الفاورة وإي إجراءات أخرى في رفح والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وعلى ظروف حياتهم والتي سوف تؤدي إلى دمار الجسد جزئياً أو بشكل شامل ترجمة نانسي قنقر